رئيس مجلس الشورى حيث رفع مجلس الشورى أسماءات التهاني وأطيب التبركات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمر سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة احتفال مملكة البحرين بالذكرى الحادية والعشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي شكل انطلاقة حضارية وديمقراطية رائدة لمسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة والمستدامة وترسيخ أركان دولة المؤسسات والقانون وقرر المجلس بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصنات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي والذي يهدف إلى تمكين المنظمة والعملين فيها وممثلي الدول الأعضاء من أداء أعمالهم وواجباتهم في أقاليم الدول الأعضاء على النحو المطلوب كما قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية والذي يهدف إلى إنشاء اتحاد عربي يسمى الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية وخلال الجلسة أيضا قرر مجلس الشورى إعادة مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الأيلة للسقوط المقدم من مجلس النواب إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة وافق مجلس الشورى اليوم على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية امتيازات وحصانات منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي حاليا طبعا هذه الاتفاقية مهمة لأنها تنظم شأن الامتيازات والحصانة الممنوحة للأعضاء في هذه المنظمة وطبعا مملكة البحرين من الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية منذ زمن طويل حالها حال دول مجلس التعاون مملكة البحرين طبعا تعنى كثيرا بهذه الاتفاقية وكذلك تعنى كذلك بعضويتها في هذه المنظمة كما نعلم بأن منظمة التعاون الإسلامي والتي كانت سابقا تسمى منظمة المؤتمر الإسلامي تم تأسيسها في سبتمبر 1969 والفكرة من هذه المنظمة هو تنسيق مواقف الدول الإسلامية المنظمة اليوم فيها 56 دولة ومملكة البحرين من الدول المتميزة في هذه المنظمة كما نعلم كذلك بأن كل دول مجلس التعاون قد انضموا إلى هذه الاتفاقية التي تعنى بالحصانات والامتيازات وإن شاء الله أيضا مملكة البحرين تكون من الدول التي يكون لها بإذن الله نصيب بأن تنظم إليها